موسيقى بالظروف الصعبة بالأصل بدأت بظروف صعبة ولا مرة ظروفنا كانت تانية ولكن اليوم الاشياء استثنائية بس انتم مكملين نحن مكافين لأنه الجوع بعد باقي يعني يسوع بس اجعلنا الفقراء معكم في كل حين يمكن عطانا هذا النداء تنكون جاهزين على طول فعم نشتغل بوقت الأزمات الحالات اللي عم يمرقوا فيها الشعب وعم يمرقوا فيها لبنان جدا جديد علينا يمكن ما كان يجي أشخاص بحالة العوز يلي موجودة عطول عم نرد يتقاول فيه ناس كانت يجي تقعدوا تساعدنا يوصل يقدم مبلغ هلأ عم يجي يوقف يطلب مبلغ وقف شغله مرق بيضيئة هاو دي الاشياء يلي عم توقف قدامنا ويمكن بمحلات معينة عم نوقف حائرين نحن مش خايفين نحن قد ما نحب الفقراء ربنا بحبهم أكتر منا وربنا رح يعطي قلوب معطاء هي تعطينا تنحنا نعطي فالناس بتعربسكن بحاجة بدنا مرجعية فيه كاريتاس عم تعطي صار لخمسين سنة باللبنان عم تشتغل هلأ بتقدر تشتغل موجودة بمئة وثنين دولة بالعالم نحن نحن نحضرين حالنا كنا لعدد معين كنا مساعد خمسين ألف صارنا ساعد مئة ألف صارنا ساعد مئة وخمسين ألف بس يلي عم يدقوا بابنا فوق الخمسمائة ألف شخص لأنه نحن هلأ في شيء اسمه الفقراء الجدد هن أصحاب الدخل المحدود يلي كان معاشهم ألف دولار صار خمسين دولار مئة دولار كيف بدوا يأكل كيف بدوا يعيش عائلته بدوا يلتج إلى كاريتاس تحطي يلاقي هذا الشيء وما كانت الألف دولار هي كافية لتعايش عائلة ولكن اللبناني كان بيدبر حاله أو دايما يعني محافظة على كرامته اليوم الحاجة خالص صارت كبيرة والأساسيات مش موجودة عم نشوف على كل حال كمين الفيديو لزيارتكم لأديسة البابا أديسة البابا هيدا الشيء اللي صار مع مجلس الإدارة بآخر كينون التاني ألفين وهلأ بـ 22 البابا استقبلنا كرابطة كاريتاس لبنان كمجلس الإدارة وكان الهدف من زيارة وبطعف البابا عنده كل الكنيسة بكل العالم وصلنا وطلقنا النداء كاريتاس شو عم تعمل على الأرض وكاريتاس لبناني اللي مرأ فيه بهالحالات لتبين أنه أديسة البابا فايل بتفاصيل تفاصيل حاجات لبنان والأزمة وكان واضح أنه لبنان عم يمروا بهذا الشيء من وراء شعبه من وراء الأشخاص اللي موجودين فيه طلب أنه لازم كلنا سوا يكون عندنا ردة فاعل ما نكون عم نسكت يلي عم يصير دعا الكنيسة تكون عم تشارك الناس عم نعيش الفقر مع بعضنا البعض عم تفهم ألم الناس يمكن شكرنا على الأشياء اللي عم نعملها لأنه قدمنا له ريبورت عن هيدا الشيء تقرير عن أعمال كاريتاس وكان النداء اللي أقلو إنه قديسة البابا نحنا بيعوز لهيك إذا معنا بترفع النداء للمجتمع الدولي تيكون عم بيساعدنا بهذا الوقت وهكذا صار البابا بكل نداءات وعم يدعي تحتى لبنان يتساعد يليبنان عم بيصدر أدمغة لبرة صار عم يطلب مساعدة المجتمع وإنما نحنا هلأ بنفق إن شاء الله هلنفق يوم الأيام رح يخلص إن شاء الله يا رب حملة جديدة لكاريتاس لبنان خبرنا عنها نحنا ليش منطلق الحملة منطلق الحملة لشغلتين نحنا من وين منعطي الناس نحنا ما بطلع الأرض مصاري ولا بتنزل من السماء ناس دونيشين أو الهيبات بتجينا من الناس هود الناس بدون يعطوا مصرياتهم أول شغلة بدون يعرفوا وين مصرياتهم عم بتروح عم نعمل تقارير إعلامية على الفيسبوك موجودين على الإعلام موجودين شو عم نعطي مش تايبين لأنه كاريتاس ما بتبين كشخص بتبين كجماعة هود الناس اللي عم ينعطالهم عم يعرفوا إنه هود عم يجوا من الناس هني قدمون لكاريتاس تنين نشتغل بشفيفية كبرى لأنه كل الشخص بيقدم شي بدون يعرف وين إرشوا عم بيروح بتعرفوا إديش بتسمعي إنه عم نعطي جمعيات وما عم نعرف وين عم بيروح وفي جمعيات وهمية وفي سرقة وفي فساد نحن شو بنقول دلونا لك نشكركم ما حدا ملاك دلونا الله يخليكم تنكون عم نشتغل بها الشفيفية نشكر الله المجتمع الدولي المغتربين وين مكان عم يوسقوا فينا عم يعطونا عم بيوصل الصوت بس كمان الناس وين مكان ميرقى بيضيقة فنحن نطلق الحملة لشغلتين بداية تنجمع تبرعات وبهل تبرعات نقدر نعطي الناس يلي دقوا بابنا والنقطة التانية تعني أعطي فرصة للناس تعمل خير في ناس كتير حبة تعمل خير وناس كتير حبة تعطي بس ما بتعرف وين ما بتعرف بأي طريقة أو ما بتعرف مراكزنا ملاقيها الشبيبي عم تنزر على الأرض وعم تجمع تبرعات وعم ناخد من إيد وعم نعطي بإيد شهرتين الشبيبي في 1400 شاب وصبي بجمعاتهم بمدارسهم بوقت فرصهم عم ينزروا على الأرض وعم يشوفوا قديش أهمية أنا أخد واشتغل للعطاء وهني عم ينزروا على الأرض هيدا الشيء يلي الحملة عم تعملوا ونحن هلأ عم نتوجه لكل الناس وخصوصا بالاغتراب بس حطينا معكم تبقى الحياة ليه اللبنان بمحلات معين يحتضر وعم بيموت ومن أسباب المرض هو الجوة فبس المجتمع اللبناني بالاغتراب يقول أنا بدي يساعد أهلي وعم بيساعد نافي عائلات برة تلكت لبنان بالأشهر الأخيرة وتلكت لبنان قبل وعم تبعث لأهله كذلك الأمر عم تبعث لكاريتاس وكاريتاس عم تعطي لأشخاص البحر حلو كثير هالعمل المستمر وهالمصدقية يلي يعني انبنت عبر السنين وصارت هالقدة صلبة ومنعرف يعني أدي في ناس متكلين على كاريتاس صار لو كان فترات طويلة واليوم بالزيادة خينا نتعرف شوي على الحملة ونجرى عن تلك جئت وتمنى دمعة بها وشارك منصحقي القلوب وأريش ابتسامة بها ومسجد الله 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 للكل اشتركوا في القناة كاريتاس يعني متابعين الأنسان بمختلف مراحل حياته بمختلف مصاعبه يلي بيمرؤ فيها طلعنا إذا شفتي منبلش مع العجزة نحنا معنا ضبان شيخوخة باللبنان واحد خلص عمره على شغله عفوا على الاربعة وستين ما بقى عنده شغل أهل أولاده بمحدودية معينة تمين بده يتم فيه نحنا عم يجو على بيب كاريتاس نسميهم العمر الثالث يلي عم نساعد فيه وعم نتفاجأ بالحالات يلي موجودة بالأشخاص يلي متركين إلى جينب دار العجزة يلي يكون عم نهتم فيهم أو غيرهم نقطة تانية إذا لحظت في التعليم نحنا عنا مراكز للتعليم المتخصص أو الحالات الخاصة بمحلي معينة بس يكون الشخص عنده حالة خاصة الأهل بيحجزوا أوقات يواجهوه بين شغلهم بين عائلتهم بين هذا الشخص كاريتاس عنده هذي المراكز يقدر يتأقلم مع المجتمع لهيك منا مدرسة عادية يعني كل اتنين أو ثلاثة يكون عندهم معلمة واحدة تكون عم ترفقن هو دي بي مراكزنا طلعنا بالمرض أكتر شي هلأ الإشة الطبية عم تكون حيزة لنا عنا عشر مراكز عنا تسعيادات نقالة بس الأكتر يلي عم يصير عم نعمل حملية طبية بمحل ما عنا مراكز يلي عم يصير ما طرنا الناس تجل عننا نحنا رحنا لعندهم فالأين عملنا عشرين واحدة وعشرين حملة يمكن أكتر دق بيبنا عشر تلتاشة أربعتاشة ألف شخص هو دي أشخاص حبين يروحوا لعند طبيب بس ما معهم حبين ياخدوا حب الدواء بس ما معهم بس عملنا عمليتك تراك تتفاجأنا إنه في ناس معهم الكونسلتوياسيون من سين وسنتين وعم بيعيش مرض بعيونه بس ما معهم يروح لعند حكيم هيدا الشي يلي منتعزى فيه إنه قدرنا أمننا بس ما راح نقدر نكفي نحن هلأ معك هون وبشكركم وبشكركم الأم تيفي وبشكركم كأعلميين نحن ليه قدال على الخير كفاعله بدنا أقول يا جماعة ويمكن تسمعوها إنه راحنا دقائنا بيب كاري تسمعونا نعم لما معنا لما بقى فيه ما نحن محضرين كترة الحاجة بشكل كترة الحاجة وعم يعرفوا فندقنا لكل أشخاص للمساعدة ندقنا معك لكل الجمعيات مش لحالة عن نشتغل خير على الأرض في كترة جمعية تبلشوا ونشأوا يمكن الناس ما بتعرف فيهم فمنقدر نتشارك مع بعضنا البعض نحن مش همنا نشتغل نحن همنا نشارك بنا ياكل ويوصل وما بدنا حدا يموت لأنه وصلنا حالات إنه فيه ناس ما قدروا فيتوا على المستشفى فميتوا ببيوتهم لحقناهم آخر اللحظة هلأ عنا حالات كتير فيه ناس مش عم تاخدوا دوية دوية يزب ناخدوا كل يوم عم تاخدوا كل يومين عم تاخدوا كل أسبوع فيه ناس خلص تسلمت وهم بدي يجيب نحن لو ما إجينا منا عم نقدر نعطي ونشكر الله عم نقدر نعطي بس نحن هلأ جينا قدرنا عم نعطي شهرين بس الشهرين البعد مننا نحن منتكل على الله بس ربنا عطونا تفكير تنخطط تنظم تنفذ وهذا ما بيكون لحالنا هيدا بدي يكون دائرة مستديرة نحن في لبنان أربع مليون شخص برا لبنان ١٢ مليون شخص نحن إذا كالشخص برا بيقدر يساعد يمكن بدولار نحن مشاينا الحال بمحلات معينة وشأكيد عم يساعدوا أكتر وهون بدي يوجه نداء أو شكل للأشخاص عم يساعدون بالاختراب منهم أمريكا مع المطرنين جريجوري منصور وعبدالله زايدين يلي مع كاريتاس الليبانون هونيك مع أستراليا مع سيدنا شرب الطراباي والكنيسة هونيك كيف عم يشتغلوا معنا كيف عم يبعثونا مع كل الجيلي بالدول العربية بأوروبا وعم نعمل تبني اسمه family to family من عائلة إلى عائلة بهذا الإطار بيقدروا يستمروا هذا الشي اللي عم نشتغله بكل قطاعات مثل ما قلت من رافق الإنسان إذا شفتي عائلة أوقات يعني حطينا أنه مش عم تدفوا بالميزوت نعم مش عم بيقدروا يوصلهم ببعض المحلات قدرنا قطعناها وخصوصا شو عم نعمل إذا لحظت حطينا مثل معمل ليه نحنا ما منعلم الكسر نحنا يلي بيصير بيجو ناس بيدقوا بابنا بيقولوا ليه بيقول لي ما عندي شغل بتكرم ألف عينك عم دبر له شغل عم يرفضوا بيضبر له شغل مليونين ثلاثة بيقول لي لا هدا قليل بيقول لا نحنا ما منعلم الكسر هدا يلي بيطلع صوته يلي بتقبت أوقات بس بديك الحقيقة فيه أشغال مقبولة متواضعة أي أفضل روح أنا أطلب خمسمائة ألف ليرة أو أنا أشتغل وأكل خبزي بعرق جبيني منقل له بس تخلص معاشرك ما قدك نحنا منعطيك نرجع من دافي عنك المعاشر عم تيخدوا عسكري على الجبه عم يخدوا أعليمي عم يخدوا أستاذ عم يخدوا بمحلية معينة إنه هيك إذا سمعنا يوم لإيام في صوت عم يطلع نعم بيكون هادي الصوت نحنا ما منعود على الجسل بس نحنا منتفهم الحالات عم نأمن فرص عمل بمحلية معينة وعم نحاول نعمل إنماء إلى حالة إلى الأمور الطارقة لأنه في جهات مين ها شو عم تقول كيف بدي أعطيك تعمل إنماء وأنتو لبنان ما نو مستقر بهذا لهيك عم نشتغل على الإنماء وعلى الحالة الطارقة مع بعضهم تحية لألكم وشغلكم على الأرض لكل المتطوعين والشباب والصبايا والكبار والصغار يلي معكم يلي يعني صارت جماعة كاريتاس جماعة مؤمنة مصلية وجماعة بالخدمة على الأرض شكرا لوجدك معنا أبو نعبود شكرا لأي أهلا وسهلا وقفة هلأ ونشعر متابع علي